يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة السابعة والثلاثون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إن كنت راغباً في إمامك مرحلة الظهور المسار الثاني مسار التغيير العظيم وصلت معكم إلى هذا العنوان عالم ما وراء الأرض وهذا هو الجزء الثاني الجزء الأول تقدم في الحلقة الماضية الكلام في مستوى الإيجاز أعرض فيه بعض المعطيات التي أساساً وردت بلسان المدارات وحينما أتحدث عن لسان المدارات هنا لا أتحدث عن البناء اللفظي وإنما حتى الوقائع التي وقعت على الأرض وعايشها خواص الأئمة كان ذلك إبداءً لبعض الحقائق بمستوى ما يستطيعون أن يدركوه ستتضح الأمور جليةً تباعاً وبالتدريج كلامنا يعود بنا إلى نقطة مهمة حينما حدثتكم في الحلقات الماضية عن التغير الهائل في منظومة الزمن وهذا التغير الهائل في منظومة الزمن هو الذي سيشكل قاعدةً رئيسةً وأساساً لكل التغيير العظيم الذي سيطال جميع جهات الحياة بعض المطالب مرت علينا لكن الكثير منها لا زال ينتظر وسأبينه في هذه الحلقة وفي قادم الحلقات الكتاب الذي بين يدي بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وقد توفي سنة مئتين أو تسعين للهجرة وهو من رجال الغيبة الأولى رضوان الله تعالى عليه هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان في صفحة الثامنة والأربعين بعد الأربعمائة إنه الباب الرابع عشر الحديث الرابع بسنده بسند الصفار عن هشام الجواليخ عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن لله مدينة خلف البحر عن أي بحر يتحدث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هل يتحدث مثلا عن البحر الأحمر عن البحر الأبيض المتوسط مثلا الإمام لا يتحدث هنا عن الأرض مطلقا حديث الإمام عن عالم ما وراء الأرض فما المراد من البحر هنا هذه المصطلحات في ثقافة العترة الطاهرة مصطلحات متحركة البحر في عالم الأرض له دلالة نعرفها والبحر في عالم ما وراء الأرض له دلالة أخرى نقرأ في أحاديثهم الشريفة هذا هو الجزء الخامس والخمسون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة الحادية والتسعين إنه الحديث التاسع عن عبد الله بن حمات عن جميل إنه جميل ابن دراج من خواص إمامنا الصادق قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه جميل ابن دراج يسأل الإمام الصادق هل في السماء بحار قال نعم أخبرني أبي إمامنا الصادق يحدث عن أبيه الباقر أخبرني أبي عن أبيه عن أبيه السجاد عن جده عن جده أمير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن في السماوات السبع لبحار لبحار والنبي هنا يؤكد المعنى استعمل إن في بداية الكلام وهي لتأكيد الكلام إن في السماوات السبع وقدم الجار والمجرور لإلفات نظرنا إن في السماوات السبع لبحارا واستعمل لام التوكيد إن في السماوات السبع لبحارا عمق أحدها مسيرة خمسمائة عام وهذه الأعوام لا ندري هل المراد منها أعوام كأعوامنا في الأرض أم هي أعوام سمائية والذي يبدو من سياق هذه الروايات والأحاديث إنها أعوام سمائية قد تكون أطول بكثير من السنين الضوئية بالحساب الأرضي إن في السماوات السبع لبحارا عمق أحدها مسيرة خمسمائة عام النبي صلى الله عليه وآله لا يتحدث عن بحار كبحار الأرض قد يكون في بعض الأجرام السماوية بحار كبحار الأرض ما يدرينا قد يكون هذا لكن الأحاديث هذه تتحدث عن بحار بمعنى آخر هذه مجالات للطاقة الكونية حتى في أرضنا فإن الماء الذي هو ماء البحر هو لون من ألوان الطاقة حينما سألوا إمامنا الباقرة صلى الله عليه عن طعم الماء ماذا أجابه لم يقل بأن طعمه الحلاوة مثلا المرارة مثلا قال إن طعمه طعم الحياة هذا هو طعم الماء هذا الجواب لا يصدر إلا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين طعم الماء طعم الحياة والحياة صورة من أرقى صور الطاقة الحياة هي الطاقة التي تنبعث من الأرواح التي هي مركز طاقة حياتنا فهذه البحار بحار للطاقة الكونية والإنسان إلى هذه اللحظة لم يكتشف إلا شيئا قليلا من حقائق هذا الكون إن في السماوات السبع لبحارا عمق أحدها مسيرة خمسمائة عام هذه مجالات الطاقة حينما حدثتكم عن التغير الكبير الذي سيقع في منظومة الزمان هذا التغير أساسا يبدأ بالمجالات المغناطيسية في هذه المجرة المجالات المغناطيسية هي التي تحكم حركة الأفلاك ومن خلال حركة الأفلاك نحن ندرك الزمان حينما تتغير طبيعة المجالات المغناطيسية وحينما تتغير آثار الجاذبية في الأرض أو في غيرها من الأجرام السماوية الأخرى فإن كل ذلك سينعكس على طبيعة الأرض وما تنتجه الأرض وعلى طبيعة الحياة كلها الطاقة الكونية التي تصل إلى الأرض وتؤثر تأثيرا مباشرا في حياة الكائنات على الأرض بعض مصادرها استطاع العلم أن يشخصها ولكن العلم لم يستطع أن يشخص كل مصادر الطاقة الكونية وما كل الطاقة في الكون تصل إلينا وإنما يصل إلى الأرض بحدود ما تحتاجه الأرض من الطاقة الشمسية أو من الطاقة الكونية المتعددة المصادر حينما تتغير المجالات المغناطيسية وتتغير قوانين الجاذبية وتتغير مواقع الأفلاك هذا هو الذي قصدته من أن منظومة الزمان ستتغير وهذا ما هو بأمر جئت به من عند نفسي الأحاديث هي التي أخبرتنا بذلك الروايات هي التي كشفت لنا هذه الحقائق من البداية قلت لكم إنني لا أتحدث بلسان الفلاسفة ولا بلسان الفيزيائيين ولا بلسان غيره إنني أتحدث بلسان ثقافة العترة الطاهرة التي تستند إلى قرآنها المفسر بتفسيرها وحديثها المفهم بتفهيمها هذه المضامين تصدقونها تكذبونها تلك مشكلتكم هذه ثقافة العترة الطاهرة بغض النظر هل تتفق مع ما وصل إليه العلم الحديث أم أنها لا تتفق وهذا لا يعني أن ثقافة العترة الطاهرة تصطدم مع العلم الحديث العلم الحديث يتحدث في مجال اختصاصه وفي الجهات التي له فاعلية فيها وثقافة العترة الطاهرة لها مجالها ولها اختصاصاتها ولها مساحاتها التي تتحدث عنها وتخبر عن جانب من أسرارها وتفاصيل حقائقها فلا يوجد تباين فيما بين ما وصل إليه العلم وما تتحدث عنه ثقافة العترة الطاهرة العلم يتحدث في جهة وحيثية وثقافة العترة الطاهرة تتحدث في جهة أخرى وحيثية أخرى بلسان آخر وبمنطق آخر كل له منطقه أعود إلى رواية بصائر الدرجات إمامنا الصادق يقول إن لله مدينة خلف البحر إنه البحر الأكبر من بحار الطاقة إن لله مدينة خلف البحر سعتها مسيرة أربعين يوما قطعا هذه الأيام أيام سمائية وليست أرضية سعتها مسيرة أربعين يوما فيها قوم لم يأص الله قط ولا يعرفون إبليس ولا يعلمون خلق إبليس لا يعلمون أن إبليس قد خلق أم لم يخلق لا يعلمون خلقه نلقاهم محمد وآل محمد نلقاهم في كل حين في كل حين لأن ولاية المعصوم تتجاوز حدود الزمان والمكان فقد يكون بين أظهرنا في الأرض وهو يلقاهم بما يناسب ذلك العالم نلقاهم في كل حين فيسألون كما قلت لكم الكتاب تعرض إلى تحريف وتصحيف سأقرأه كما هو يفترض فيسألوننا وليس فيسألون فيسألون عما يحتاجون إليه ويسألون ويسألون نا الدعاء فنعلمهم ويسألون نا عن قائمنا حتى يظهر وفيهم عبادة واجتهاد شديد اجتهاد شديد في عملهم وتسليمهم وانقطاعهم لمحمد وآل محمد وفيهم عبادة واجتهاد شديد ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع في الباب الواحد في الباب الواحد فالباب يجتمل على مصراع أو يجتمل على مصراعين والأبواب الكبيرة عادة تشتمل على مصراعين على جهتين ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع قطعا الحديث هنا ليس عن أبواب كهذه الأبواب الخشبية أو الحديدية التي نستعملها في بناء البنايات في الأرض إنها أبواب تتناسب مع هذه المدينة بكل خصائصها التي تختلف عن خصائص المدن في الأرض ما بين المصراع إلى المصراع مئة فرسخ وهذه الفراسخ أيضا فراسخ سماوية ما هي بأرضية لهم تقديس تقديس لمحمد وآل محمد لهم تقديس واجتهاد شديد لو رأيتموهم لحتقرتم عملكم يصلي الرجل منهم شهرا لا يرفع رأسه من سجوده طعامهم التسبيح ولباسهم الورق أو الورق الورق هو الورق ورق الشجر ورق الكتابة الورق هو الورق أما الورق فإن الورق الفضة الفضة يقال لها الورق هناك من يحتمل أن الكلمة ربما هي الورق بقرينة أن الإمام قال طعامهم التسبيح ولباسهم الورق الورع هو التقوى هذا هو لباس التقوى طعامهم التسبيح ولباسهم الورق الفضة ووجوههم مشرقة بالنور إذا رأوا منا واحدا لحسوه واجتمعوا إليه وأخذوا من أثره إلى الأرض يتبركون به لهم دوي إذا صلوا أشد من دوي الريح العاصف هؤلاء تختلف خلقتهم عن خلقة البشر لكنهم من دواب السماوات سبحانه وتعالى خلق دواب السماوات ودواب الأرض من الماء بصريح القرآن ومر الكلام علينا من هنا يمكن للبشر أن يتواصلوا معهم ووجوههم مشرقة بالنور إذا رأوا منا واحدا لحسوه بحسبهم الإمام لا يتحدث عن لحس بشري وإنما بحسبهم هذا الأمر يكون مناسبا لهم إذا رأوا منا واحدا لحسوه واجتمعوا إليه وأخذوا من أثره إلى الأرض يتبركون به لهم دوي إذا صلوا أشد من دوي الريح العاصف فيهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمنا يدعون أن يريهم إياه وعمر أحدهم ألف سنة إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة وطلب ما يقربهم إليه إذا حبسنا إذا انقطعنا عنهم فترة من الزمن إذا حبسنا ظنوا أن ذلك من سخط أن الله قد غضب عليهم يتعاهدون ساعة التي نأتيهم فيها لا يسأمون ولا يفترون يتلون كتاب الله كما علمناهم لا كما نتلو نحن في هذه الأرض بقراءة حفصن الكذاب أو بقراءة الكساء أهلواط هؤلاء هم القراء السبعة فماذا نصنع ما بين كذاب ولواط وهذا ما هو كلام هذا الكلام موجود في كتب البخالفين في كتب السنة يتلون كتاب الله كما علمناهم وإن فيما نعلمهم بخصوص كتاب الله ما لو تلي على الناس لكفروا به لأنه لم يأتي منسجما بحسب قراءة قراء سقيفة بن ساعد والتي يرقص لأجلها مراجع النجف وكربل ويصدرون الفتاوى كي تأتي منسجمة مع مذاق سقيفة بن ساعد وإن فيما نعلمهم ما لو تلي على الناس لكفروا به ولأنكروه يسألوننا أولئك القوم في هذه المدينة البعيدة جدا في آفاق هذا الكون الواسع الفسيح يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن ولا يعرفونه إنهم يلتزمون بمواثيق بيعة الغدير في بيعة الغدير بايعنا على أن لا نفسر القرآن إلا بتفسيرهم يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن ولا يعرفونه فإذا أخبرناهم به إن شرحت صدورهم لما يسمعون منا ويسألون الله طول البقاء وأن لا يفقدون ويعلمون أن المنة من الله عليهم فيما نعلمهم عظيمة ولهم خرجة مع الإمام هؤلاء سيخرجون مع قائم آل محمد لكي يوطعوا الأمر له في هذا الكون الفسيح ولهم ولهم خرجة مع الإمام إذا قاموا إذا قاموا يسبقون فيها لهم السبق أصحاب السلاح منهم ويدعون ويدعون الله ويدعون الله أن يجعلهم ممن ينتصر به لدينهم فيهم كهول وشبان وإذا رأى شاب منهم الكهل جلس بين يديه جلسة العبد لا يقوم حتى يأمره حتى يأمره بالقيام لهم طريق هم أعلم به من الخلق إلى حيث يريد الإمام فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا أبدا حتى يكون هو الذي يأمرهم بغيره يتواصلون مع الإمام تواصلا كاملا لهم طريق هم أعلم به من الخلق إلى حيث يريد الإمام فإذا أمرهم الإمام بأمر قاموا أبدا حتى يكون هو الذي يأمرهم بغيره لو أنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب ليس الحديث عن مشرق الأرض ومغربها وإنما الحديث عن مشرق الكون ومغربه مشرق الكون الجانب المضيء منه ومغرب الكون الجانب المظلم منه ونحن الآن في الجانب المظلم من الكون كرتنا الأرضية على حاشية مجرة درب التبانة لأن المجموعة الشمسية تقع في هذه الجهة ونحن جزء منها أتحدث عن مجموعتنا الشمسية فالمجموعات الشمسية كثيرة جدا وقد مرت الروايات في حلقة يوم أمس تشير إلى هذه الحقيقة لو أنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب مر علينا أنه في مشرق الكون هناك جابلق حضارة واسعة عظيمة وفي مغرب الكون هناك جابرس أما هذه المدينة تختلف عن جابلق وجابرس هذه المدينة تقع ما وراء البحر إنه البحر الأعظم من بحار الطاقة في هذا الكون الواسع الفسيح لو أنهم وردوا على ما بين المشرق والمغرب من الخلق لأفنوهم في ساعة واحدة لا يقتل الحديد فيهم لا يؤثر فيهم الحديد أسلحة الدنيا لا تؤثر فيهم لا يقتل الحديد فيهم ولهم سيوف من حديد من حديدهم هم من بلادهم ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد يختلف عن حديد الأرض لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقد حتى يفصله حتى يفصله حتى يقطعه إلى أجزاء يغزو بهم الإمام الهند والديلم هذه العناوين لا تختص بالأرض لكن الإمام يتحدث مع أهناس يعيشون في الأرض فجاء فجاء بهذه العناوين على سبيل التقريب هذه العناوين لأمم في السماء لأمم في هذا الكون الفسيح يغزو قد تقولون ما هو الدليل الدليل سيأتي سيأتي في الكلام يغزو يغزو بهم في عالم ما وراء الأرض هذه العناوين أيضا في عالم ما وراء الأرض يغزو بهم الإمام الهند والديلم والكرك والترك والروم وبربرة وما بين جابرسا إلى جابلقة والإمام يوضح بخصوص جابرسا وجابلقة وهما مدينتان واحدة بالمشرق بمشرق الكون وأخرى بالمغرب لا يأتون على أهل دين إنه لا زال يتحدث عن المدينة التي هي خلف البحر لا يأتون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله وإلى الإسلام إنه الدين الواحد الذي تكلمنا عنه فيما سلف في الحلقات الماضية لا يأتون على أهل دين إلا دعوهم إلى الله وإلى الإسلام وإلى الإقرار بمحمد صلى الله عليه وآله ومن لم يسلم قتلوه حتى لا يبقى بين المشرق والمغرب في الكون وما دون الجبل ما دون الجبل هذا الجبل هو جبل الخضر وهو الجبل الذي يحول فيما بين هذه الأمم وبين قوم يأجوج ومأجوج هذا جبل الخضر وإنما سمي بجبل الخضر لأن الخضر قد وصل إليه في الرحلة الفضائية العجيبة لذي القرنين هذه المضامين موجودة في رواياتنا وأحاديثنا في ثقافة العترة الطاهرة ومن لم يسلم قتلوه حتى لا يبقى بين المشرق والمغرب وما دون الجبل لأن قوم يأجوج ومأجوج سيمكثون في حبسهم إلى وقت أشراط الساعة وحينئذ سيكون ذلك السد قد تلاشى يستطيعون اختراقه ولذا سينتشرون في الأماكن التي يستطيعون أن ينتشروا فيها وسينزلون إلى الأرض سينزلون إلى الأرض حتى لا يبقى بين المشرق والمغرب وما دون الجبل أحد إلا أقر إلا أقر بدين محمد صلى الله عليه وآله ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله هذا مصداق من مصاديق هذا القانون نذهب إلى فاصل ومن المصدر نفسه من بصائر الدرجات في الصفحة الخامسة والسبعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الرابع بسنده بسند أبي جعفر الصفار عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه جابر يقول سألته عن قول الله عز وجل وكذلك نري وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال فكنت مطرقا إلى الأرض جابر يقول سألت الإمام الباقر عن هذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض كان مطرقا إلى الأرض قال فكنت مطرقا إلى الأرض فرفع يده إلى فوق ثم قال لي ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجر حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه حار بصري دونه لم أستطع أن أركز في نظري باتجاهه قدرة على الرؤية صارت مشتتة فرفع يده إلى فوق ثم قال لي ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجر حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه ثم قال لي رأى ابراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذا ثم قال لي اطرق فاطرقت ثم قال لي ارفع رأسك فرفعت رأسي فاذا السقف على حاله على حاله الاول قال ثم اخذ بيدي وقام واخرجني من البيت الذي كنت فيه المراد من البيت الذي كنت فيه من الغرفة فان الغرفة التي هي جزع من الدار يقال لها البيت ثم اخذ بيدي وقام واخرجني من البيت الذي كنت فيه من الغرفة التي كنت فيها وادخلني بيت اخر غرفة اخرى فخلع ثيابه التي كانت عليه وهي ثياب اهل المدينة الثياب التي يلبسها الناس في المدينة المنورة فخلع ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا غيرها ثم قال لي غض بصرك فغضت بصري اي اغمض عينيك وقال لي لا تفتح عينيك فلبثت ساعة ثم قال لي اتدري اين انت قلت لا جعلت في ذاك فقال لي انت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين في مغرب الكون في الجهة المظلمة من الكون فقال لي انت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين لقد لقد صعد الامام مع جابر الى الفضاء فقلت له جعلت في ذاك اتأذن لي ان افتح عينيك فقال لي افتح فانك لا ترى شيئا ففتح عيني فاذا انا في ظلمة لا ابصر فيها موضع قدمي ثم صار قليلا ويبدو ان اللفظ الصحيح ثم شار قليلا ثم شار قليلا ووقف فقال لي هل تدري اين انت قلت لا قال انت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر وهنا هنا يقع جبل الخضر فعين الحياة ليست في الارض انما شرب منها هناك في سماء الخضر انت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر وخرجنا من ذلك العالم الى عالم اخر فسلكنا فيه فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه واهله فهناك في هذا الكون الفسيح هناك هناك خلق كخلقنا وحضارتهم كحضارتنا فسلكنا فيه في هذا العالم فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه واهله ثم خرجنا الى عالم ثالث كهيئة الاول والثاني حتى وردنا خمسة عوالم قال ثم قال هذه ملكوت الارض ولم يرها ابراهيم الملكوت هنا بمعنى الملك حدثتكم عن الملكوت من انه البعد الغيبي البعد الالهي للاشياء فتلك دلالة اخرى الحديث هنا عن الملك وليس عن المعنى الذي حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة الملكوت هنا هو الملك ولكنه الملك العظيم الملك الواسع الفسيح حتى وردنا خمسة عوالم ثم قال هذه ملكوت الارض ولم يرها ابراهيم وانما رأى ملكوت السماوات وهي اثنى عشر عالما كل عالم كهيئة ما رأيت كلما مضى منا امام مضى اي خرج من الدنيا انتهت فترته في الدنيا كلما مضى منا امام سكن احد هذه العوالم حتى يكون حتى يكون اخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنه فعالم القائم هو هذا العالم الذي نحن فيه لكنه محبوس الآن ومقيد هذا العالم بقيود جولة الباطل بقيود دولة ابليس حينما يحين موعد دولة الحق وحينما يقضى على ابليس حينئذ ستفتح ابواب الخير تتغير منظومة الزمان سنتحول من الزمان الضيق من الزمان الذي يوصف بأنه زمان كلب من الزمان الكلب إلى الزمان المونق العجيب إنه الزمان المهدوي الشريف وإنما رأى إبراهيم ملكوت السماوات وهي إثنى عشر عالما كل عالم كهيئة ما رأيت كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنوه ثم قال غض بصرك فغضت بصري أي أغمض عينيه ثم أخذ بيدي فإذا نحن بالبيت الذي خرجنا منه فنزعت الكثياب ولبس الثياب التي كانت عليه وعدنا إلى مجلسنا إلى الغرفة السابقة فقلت جعلت في داك كم مضى من النهار فقال الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ثلاث ساعات مضى من النهار ثلاث ساعات لكنهم خرجوا خرجوا من حدود الزمان والمكان هذا مصداق من مصادق الولاية التكوينية لمحمد وآل محمد بحسب استيعاب جابر فجابر له قدرة على الاستيعاب لو أن الإمام أطلعه على ما هو أعظم من ذلك فإن وجوده سيتلاشى الإمام أطلعه على ما يناسبه على ما يناسبه الإمام لبس لباسا ولكن جابرا لم يرتدي شيئا ما ذكر ذلك ربما لبس لباسا أيضا لكن الرواية تخلو من هذا الإمام لبس لباسا غير لباسه لماذا غير الإمام لباسه فهذه الثياب تتناسب مع العالم الذي تحرك الإمام باتجاهه هل الإمام محتاج لمثل هذا الإمام في مقامه الأصل ليس محتاجا لكن الإمام لبس ذلك كي يكون موقفه مناسبا لحال جابر الرواية فيها الكثير من الإشارات لكنني لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل صغيرة وكبيرة إنما أردت أن أعرض المعنى الإجمالية لما جاء في الرواية وأن أقول لكم بأن الكثير من الأحاديث في ثقافة العترة الطاهرة تتضمن هذه المعاني هذه المضامين اطلع عليها خواص الأئمة ولكن بحسبهم الذي سيجري في زمن القائم سيكون مفتوحا سيكون مفتوحا إلى الآخر مفتوحا على الآخر قولوا ما تريدون أن تقولوا نذهب إلى فاصل البرهان في تفسير القرآن جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية المهمة لهاشم البحراني المتوفى سنة ألف مية وسبعة للهجرة هذا هو الجزء الخامس إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في صفحة الثانية والثمانين إنه الحديث الثالث نقل رواية مفصلة طويلة لا أستطيع قراءتها بالكامل وإنما سأقرأ منها سطورا لأن الرواية تبدأ من الصفحة الثانية والثمانين وتنتهي في الصفحة السابعة والثمانين طويلة الرواية تتحدث عن رحلة في الفضاء هذه الرحلة سيحدثنا عنها سلمان المحمدي عن سلمان الفارسي أكذا جاء في وصفه وهو فارسي الأئمة يحبون أن نصفه بالمحمدي ونبينا أمرنا بذلك ولكنني أقرأ ما جاء في النص وسلمان فارسي ومحمدي وهو محمدي وهو فارسي فهذا أمر واضح معروف عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله بمنزل الأمير لما بويع عمر بن الخطاب فهذه الحادثة وقعت أيام خلافة عمر كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب قال كنت أنا والحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية كان صغيرا ومحمد ابن أبي بكر لأن الواقعة قد حدثت في دار أمير المؤمنين فمحمد ابن الحنفية كان صغيرا وكذلك محمد ابن أبي بكر كان صغيرا ومحمد ابن الحنفية ومحمد ابن أبي بكر وعمار ابن ياسر والمقداد ابن الأسود الكندي فقال الحسن صلوات الله عليه الحسن المجتبى يا أمير المؤمنين الكلام طويل ومثل ما قلت لكم الرواية طويلة هم طلبوا من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يريهم شيئا من شؤون ولايته سلمان يقول بعد تفصيل في الكلام فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة السحابة هذا عنوان في أحاديث أهل البيت يطلق على وسائل النقل الجوي وليس الحديث عن سحابة كهذا السحاب الذي يتحرك في الهواء فوق أرضنا السحابة عنوان عنوان للوسائل النقلية الفضائية الجوية مثلما مر علينا في أحاديثهم الشريفة إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في الصفحة السبعين بعد الأربع مئة إنه الحديث الرابع والعشرون بسنده بسند الصدوق عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم في المفتقدين من بيوتهم هم نائمون في فرشهم وإذا بأسرهم تستيقظ صباحا فلا تجد أولئك الذين كانوا ينامون في تلك الفرش لقد نزلت هذه الآية في المفتقدين من أصحاب القائم قوله عز وجل أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إنهم ليفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة وبعضهم يسير في السحاب نهارا المراد من السحاب الوسائل النقلية الجوية إذا كان الأمر في زماننا فهي طائرات وإذا كان في زمن قادم في مستقبل الأيام ربما توجد وسائل للنقل الجوي تكون أكثر تطورا من الوسائل النقلية الجوية في زماننا وبعضهم يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحليته ونسبه قال فقلت جعلت في ذاك أيهم أعظم إيمانا قال الذين يسيرون في السحاب نهارا الذين يستعملون الوسائل النقلية الجوية فالمراد من السحابة ومن السحاب وسيلة نقلية جوية فضائية فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقعت على الدار وقعت على الدار نزلت من السماء أمير المؤمنين أرسل إليها إشارة فجاءت من قاعدتها الجوية فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقعت على الدار وإذا بجانبها سحابة أخرى هناك إذن وسيلتان نقليتان فقال أمير المؤمنين أيتها السحابة اهبطي بإذن الله تعالى فهبطت هبطت إلى وسط الدار لأن السحابتين نزلت على أعلى الدار فهبطت وهي تقول تخاطب أمير المؤمنين الذي أوصل إليها إشارة وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك خليفته ووصيه من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة بحسب ثيران الحوزة الطوسية البترية فإن الشهادة الثالثة إذا ما ذكرت في الأذان والإقامة ما هي بجزء وإنما يلحقونها تفضلا من جنابهم الخسيس أما في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة فإن ذلك يبطل الصلوات فهل هذه الوسائل النقلية الفضائية حينما تتشهد الشهادة الثالثة هل هي تقولها بعنوان عدم الجزئية منطيح الله أحظكم يا مراجع النجفي وكربلاء منطيح الله صبق وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك خليفته ووصيه من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة قال ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض حتى كأنها بساط موضوع فقال أمير المؤمنين اجلسوا على الغمامة فجلسنا وأخذنا مواضعنا سلمان المقداد الحسن الحسين البقية الذين أشار سلمان إلى ذكره فجلسنا وآخذنا مواضعنا فأشار إلى السحابة الأخرى فهبطت وهي تقول كما قالت الأولى وجلس كما قالت الأولى تشهدت بالشهادة الأولى والثانية والثالثة لكن لا على طريقة أولئك كثيران الطوسيين فإنها تتشهد بالشهادة الثالثة مثلما تتشهد بالشهادة الأولى والثانية لا لعنة الله على منهجهم على منهج الطوسيين اللعناء وهي تقول كما قالت الأولى وجلس أمير المؤمنين عليها إذن هناك وسيلة خاصة بالأمير ووسيلة للمجموعة التي ذكر سلمان أسماءهم وعلى رأسهم الحسن والحسين صلوات الله عليهم وجلس أمير المؤمنين عليها ثم تكلم بكلام وأشار إليهما إلى السحابتين إلى هاتين الوسيلتين النقليتين الفضائيتين وأشار إليهما بالمسير نحو المغرب إنه مغرب الكون باتجاه الجهة المظلمة وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين هذا الريح القوة الدافعة في هاتين الوسيلتين النقليتين وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين فرفعتهما رفعا رفيقا فتمايلت سلمان يقول فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي هذه ما هي غيمة هذه وسيلة نقلية فضائية فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي والنور يصطع من وجهه ووجهه أنور من القمار تستمر الرواية إلى أن أقرأ منها فقال الحسن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدوي الرعد وعلت في الهواء هذه الطاقة التي تشتغل بها هذه الوسائل النقلية الفضائية ألا تلاحظون أن الأوصاف تكاد أن تكون قريبة من أوصاف الصواريخ والمركبات الفضائية من أين جاء سلمان بمثل هذا الكلام وهو يتحدث أيام خلافة عمر بن الخطاب هذا ما هو بخيال هذه حقيقة عاشها سلمان فقال الحسن أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدويا رعد سارت الريح تحت السحاب السحاب وسيلة نقلية مثل ما مر الكلام والريح القوة الدافعة فسمعنا لها دويا كدوي الرعد وعلت في الهواء وأمير المؤمنين يقدمنا سحابة أمير المؤمنين كانت سابقة لسحابتنا لأنه هو القائد هو قائد هذا السرب وأمير المؤمنين يقدمنا حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو لقد اخترقوا الجهة المظلمة من الكون ساروا في جهة المغرب حتى وصلوا إلى المكان الذي فيه قوم يعجوج ومعجوج إلى تلك الأجرام السماوية التي بنى ذو القرنين سده المعروف الذي تحدث عنه القرآن ليس معروفا في الأرض تفاسير السقيفتين تقول بأن السد في الأرض أتحدث عن السقيفتين اللعينتين عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي أما تفسير العترة الذي بايعنا عليه في الغدير فإنه يخبرنا من أن السد في الفضاء حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو وهناك التفاصيل الكثيرة إلى أن تقول الرواية وأمر الريحة فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق الحديث عن مشرق الكون المضيء وعن مغربه المظلم يبدو أنهم كانوا يمتلكون وسائل من خلالها يطلعون على تفاصيل الفضاء وهذه الوسائل كانت متوفرة في نفس هذه الوسائل النقلية وأمر الريحة فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا هذه الشهادة الثالثة إذا كان هذا الملك يقلد ثيران النجف وكربل فإنه لا بد أن يقولها بعنوان عدم الجزئية في الأذان والإقامة وحينما يصلي لا بد أن ذكرها يبطل صلاته لعنة الله على دينهم وعلى فتواه وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا فقلت يا أمير المؤمنين من هذا الذي يده في المغرب ويده الأخرى في المشرق فقال أمير المؤمنين هذا الملك الذي وكله الله تعالى بظلمة الليل وضوء النهار ولا يزول إلى يوم القيامة وإن الله تعالى جعل أمر الدنيا إلي وإن أعمال العباد تعرض علي في كل يوم ثم ترفع إلى الله تعالى لأنه إمام زمانه أمير المؤمنين كان إمام زمانه في الوقت الذي وقعت هذه الحادثة فيه والأمر هو هو بخصوص قائم آل محمد ثم سرنا حتى وقفنا على سد يأجوج ومأجوج فقال أمير المؤمنين للريح اهبطي بنا مما يلي هذا الجبل وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر هذا الذي حدثتكم عنه قبل قليل فنظرنا إلى السد وإذا ارتفاعه ما يحد البصر وهو أسود كقطعة الليل الدامس يخرج من أرجائه الدخان هل هذا خيال هذه حقائق فقال أمير المؤمنين يا أبا محمد يخاطب الحسن المشتبى لأنه هو الذي طلب منه أن يأخذهم إلى سد يأجوج ومأجوج يا أبا محمد أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد لأنه إمام الزمان في وقت الحادثة وهذا هو شأن إمامنا الحسن أيضا في زمان إمامته وهكذا إلى قائم آل محمد يا أبا محمد أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد قال سلمان فرأيت أصنافا ثلاثة طول أحدهم مئة وعشرون ذراعة والثاني الصنف الثاني طول كل واحد منهم ستون ذراعة والثالث يفرش أحد أذنيه تحته والأخرى يلتحف بها ثم إن أمير المؤمنين أمر الريحة فسارت بنا إلى جبل قاف وجبل قاف هو الأقرب إلى الأرض من جبل الخضر بحسب الروايات والمراد من جبل قاف ليس جبلا كجبال الأرض إنما هي المجالات المغناطيسية إنما هي بحار الطاقة مراكز الطاقة الكونية التي تجعل الكون متماسكا وتجعل الكون بهذه الصورة المنتظمة ثم إن أمير المؤمنين أمر الريحة فسارت بنا إلى جبل قاف فانتهينا إليه وإذا هو من زمردة خضراء وعليها ملك على صورة النسر الرواية طويلة إلى أن يقول سلمان ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا سلمان يقول سألناه سألنا الأمير أن نعود إلى المدينة ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا فقال أفعل ذلك إن شاء الله تعالى وأشار إلى السحابتين فدنتا منه فقال خذوا مواضعكم فجلسنا على سحابة وجلس الأمير على أخرى وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو حتى رأينا الأرض كالدرهم بالله عليكم من أين جاء سلمان بهذه الصورة سلمان هنا ماذا قال حينما رجعوا باتجاه الأرض ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا وأشار إلى السحابتين أمير المؤمنين فدنتا منا فقال خذوا مواضعكم فجلسنا على سحابة وجلس على أخرى مثل ما جاءوا من المدينة إلى سد يأجوج ومأجوج وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو حتى رأينا الأرض كالدرهم ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظر وهل هذا ببعيد إذا كان أصف الذي هو دونه سلمان ودون سلمان بكثير بكثير فعل الذي فعل وهو قادر على أن يفعل أكثر من ذلك أتحدث عن أصف فما بحلكم بأمير المؤمنين سلمان هكذا يقول حتى رأينا الأرض كالدرهم لم يقل سلمان كالدينار لأن الدينار ذهبي لامع براق قال كالدرهم لأن الدراهم كانت تصنع من الفضة ولم تكن الفضة نقية فعينما لا تكون الفضة نقية فإن لونها يضرب إلى الزرقة والأرض ماذا يقولون عنها بعد أن صعد الإنسان إلى الفضاء وإلا قبل صعوده إلى الفضاء لم يكن الإنسان يعلم بأن الأرض كوكب أزرق بعد أن صعد إلى الفضاء ونظر إلى الأرض فعلم الإنسان أن الأرض كوكب أزرق ولذا تسمى بالكوكب الأزرق هذه التسمية حديثة ما هي بتسمية قديمة وسبب الزرقة هو كثرة المياه فيها وانعكاس الضوء عليها فانعكاس الأضواء السماوية عليها مع لون مياه البحار فإن الأرض تكون زرقاء يراها الذين يذهبون في الفضاء بعيدا عنها سلمان يحدثنا من أنه قد رآها بهذه الهيئة هكذا يقول حتى رأينا الأرض كالدرهم إنها كروية كروية مدورة رآها كالدرهم بلون دراهم ذلك الزمان إنها فضة ليست نقية تضرب إلى الزرقة أسألكم بالله عليكم هذا هذا الكتاب الذي أنا أقرأ منه له هاشم البحراني هاشم البحراني توفي سنة ألف مية وسبعة دعوني أفترض أن هذا الكلام من أكاذيب هاشم البحراني والرجل ليس كذاب الرجل نقل من المصادر التي كانت موجودة قبله وتلك المصادر نقلت الحديث عن سلمان عن أمير المؤمنين فسلمان هنا يحدثنا عن أمير المؤمنين وهذه الحادثة وقعت زمان خلافة عمر يعني قبل أكثر من ألف واربعمائة سنة هاشم البحراني توفي قبل ثلاثمية وثمانية وثلاثين سنة حتى إذا كان هاشم البحراني هو الذي افترى هذه الرواية من أين جاء بهذه المعلومات الدقيقة كهذه المعلومة من أن الأرض تبدو من الفضاء كالدرهم من أين جاء بهذه المعلومة هل توجد معلومة كهذه في كتب اليهود مثلا ونقلها من كتب اليهود في أي كتاب في كتب النصارى في كتب الديانات الأخرى في كتب فلاسفة اليونان في كتب فلاسفة الفرسي فلاسفة الهندي في أي مكان هذه المعلومة من أين جاء بها سلمان إن لم تكن هذه الرواية حقيقية حاشم البحراني توفي قبل 338 سنة يعني أن الكتاب قد علف قطعا قبل تاريخ وفاته الولايات المتحدة الأمريكية متى تأسست متى تأسست تأسست الولايات المتحدة الأمريكية واستقلت سنة 1776 ميلادي يعني قبل 248 سنة هاشم البحراني توفي قبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية بتسعين سنة بتسعين سنة وكالت ناسا للفضاء متى تأسست سنة 1958 يعني قبل 66 سنة هاشم البحراني توفي قبل 338 سنة الولايات المتحدة الأمريكية تأسست قبل 248 سنة هاشم البحراني توفي قبل تأسيسها بتسعين سنة وكالت ناسا للفضاء تأسست سنة 1958 ميلادي أي قبل 66 سنة أول أول صورة استطاعت وكالت ناسا للفضاء أن تصورها سنة 1966 يعني قبل 58 سنة استطاعت وكالت ناسا للفضاء أن تصور الكرة الأرضية تكدرهم كدرهم رجاء اعرضوا لنا أول صورة صورتها وكالت ناسا للفضاء سنة 1966 ميلادي وتحديدا تحديدا الصورة أمامي الصورة مطبوعة أمامي 11 11 1966 أعرضوا لنا الصورة رجاء هذه الصورة هذه الصورة أول صورة تصور للأرض بشكل كامل هناك صور جزئية صورها السوفيت رجال الفضاء السوفيت أيام الاتحاد السوفيتي صوروها ولكنها صور لجزء من الأرض هذه أول صورة صورت للكرة الأرضية من الفضاء بنحو وبشكل كامل بتاريخ 11 11 1966 ومن أحدث الصور التي نشرتها وكالت ناسا للفضاء الصورة التي صورت بتاريخ 13 4 2004 2024 رجاء اعرضوا لنا الصورة التي نشرتها وكالت ناسا للفضاء بتاريخ 13 4 2024 هذه الصورة التي نشرتها أخيرا وكالت ناسا للفضاء بتاريخ 13 4 2024 إنها كالدرهم مثل ما قال سلمان قبل أكثر من 1400 سنة ألا لعنة على منهج علم الرجال هذه الرواية ضعيفة ضعيفة في غاية الضعف بحسب منهج علم الرجال الخرائي الطوسي هكذا دمرت ثقافة أهل البيت هكذا دمرت ألا لعنة على حوزة النجف ألا لعنة على حوزة النجف حوزة النجف ترى هذا الكتاب ضعيفا أتحدث عن تفسير البرعان لأنه يجمع أحاديث أهل البيت وترى هذه الرواية بالخصوص في غاية الضعف أسألكم بالله إذا كنتم تؤمنون بالله أسألكم بمقدساتكم هذا الكتاب وتوجد منه نسخ قديمة مؤلفة مؤلفه توفي سنة ألف مئة وسبعة قبل ثلاثمية وثمانية وثلاثين سنة من أين جاء بهذه المعلومة هذه الصورة لم يتمكن الإنسان من أن يحصل عليها إلا سنة ألف وتسعمية وستة وستين قبل ثمانية وخمسين سنة ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا فقال أفعل ذلك إن شاء الله تعالى أتعجبون أن علي يخاطب هؤلاء الأوباش يخاطب هؤلاء الأعراب يقول لهم سلوني قبل أن تفقدوني ولكن لهم ما سألوا حاربوا حتى قتلوا ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا فقال أفعل ذلك إن شاء الله تعالى وأشار إلى السحابتين فدنتا منا فقال خذوا مواضعكم فجلسنا على سحابة وجلس الأمير على أخرى وأمر الريحة فحملتنا حتى صرنا في الجو صرنا في الجو العبارة دقيقة حتى صرنا في الجو أي تركنا الأجرام السماوية التي كان سد يأجوج ومأجوج فيها صرنا في الجو خرجنا من الكواكب والنجوم والأجرام حتى صرنا في الجو حتى رأينا الأرض كالدرهم ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين تلك الوسائل النقلية قطعا ورجعت إلى قواعدها سالمة ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظر في أقل من طرف النظر يعني في سرعة هي أسرع من سرعة الضو قبل أن يرتد إليك طرفك مثل ما قال آصف لسليمان قبل أن يرتد إليك طرفك في أقل من طرف النظر وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن وكان خروجنا منها وقت علة الشمس فقلت أيا لله العجب كنا في جبل قاف مسيرة خمس سنين هذا يعني أن سلمان على علم بالمسافات وبالتفاصيل فقلت أيا لله العجب كنا في جبل قاف مسيرة خمس سنين وهذه ما هي بحسابات أرضية وعدنا في خمس ساعات من النهار فقال أمير المؤمنين لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات السبع وأرجع في أقل من الطرف لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم آصف عنده حرف واحد من حروف الاسم الأعظم أما أمير المؤمنين فكل الحروف عنده قد يستغرب البعض ممن اطلع على الروايات من أن الأئمة عندهم اثنان وسبعون حرفا هذا الكلام على سبيل المدارات وهو يتعارض مع القرآن علينا أن نعرض الأحاديث على القرآن في آخر آية من سورة الرعب ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علم الكتاب كله عنده وعلم الكتاب يشتمل على ثلاثة وسبعين حرفا القرآن صريح واضح هذه الروايات التي تتحدث عن أن الأئمة يمتلكون اثنين وسبعين حرفا من حروف الاسم الأعظم روايات في مستوى المدارات إذا عرضناها على القرآن فإنها لن تكون دقيقة لأن القرآن يتحدث عن أن الأئمة يحيطون علما بكل الحروف قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب من عنده علم الكتاب علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فآصف كان يمتلك حرفا وهذا الحرف إنما يمتلكه امتلاكا عرضيا لأنه من شيعة علي فكل الأنبياء وكل الأوصياء نبوتهم ووصيتهم تبتني على عهود الولاية والإمامة لمحمد وآل محمد أما هم أما هم فإن امتلاكهم يكون امتلاكا ذاتيا لأن الله هو الذي منحهم ذلك من دون واسطة الأنبياء والأوصياء امتلكوا ذلك بواسطتهم هم امتلكوا كل الحقائق من الله مباشرة من دون واسطة فارق كبير فارق كبير بينما هو ذاتي وبينما هو عرضي لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات السبع وأرجع في أقل من الطرف لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم فقلنا يا أمير المؤمنين أنت والله أنت والله الآية العظمى ماذا تقولون عن أولئك الأغبياء السفهاء الذين سرقوا هذا الوصف من أمير المؤمنين ألا لعنة الله على دينه يسمون أنفسهم بآيات الله العظمى وعلي يقال له آية الله العظمى يعني أنهم هم آيات عظمى وعلي آية عظمى فقلنا فقلنا يا أمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى والمعجزة الباهرة بعد أخيك وابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الذي صدر من أمير المؤمنين كان بحسب سلمان وبحسب المقداد بحسب هؤلاء إذا أراد أن يفعل ولايته كما يريد هو فهؤلاء سيتمعوا سلاشى وجودهم ومع ذلك فإن إمام زماننا لأنه سيغير القواعد والقوانين والسنن فإنما يصدر من سيكون أعظم مما صدر من أمير المؤمنين في هذه الواقعة أمير المؤمنين هو الذي يقول ومر علينا هذا الحديث أنني أقرأ عليكم من تحف العقول لابن شعبة الحراني من أعلام القرن الرابع الهجري وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 119 أمير المؤمنين في وصيته لكوميل بن زياد يقول له يا كوميل ما من علم إلا وأنا أفتحه هذه البداية وما من سر إلا والقائم يختمه فما يكون في زمان القائم يكون في أرقى مراتبه البدايات من علي صلوات الله وسلامه عليه لماذا لأن عصر التأويل بدأ في زمان إمامة علي وسيتعالى شيئا فشيئا حتى نصل إلى عصر القائم صلوات الله وسلامه عليه حينئذ ستكون المضامين أعماق ما من علم إلا وأنا أفتحه وما من سر إلا والقائم يختمه فهذا الذي قرأته عليكم في حادثة جابر الجعفي مع باقر العلوم أو في هذه الحادثة في حادثة أمير المؤمنين مع سلمان والمقداد إلى سائر التفاصيل التي قرأت ما قرأت عليكم منها هذا يمثل مقدمة هذه الفاتحة تمام الخاتمة يكون في العصر القائم إنما قرأت هذه المضامين كي نستطيع أن نستشرف بعض المعاني وبعض المضامين من التغيير العظيم الذي سيكون زمان الظهور الشريف نذهب إلى فاصل ذكرت لكم في طوايا حديثي في هذه الحلقة من أن ذا القرنين راح في رحلة عجيبة في الفضاء سأعرض لكم بعضا منها وإن كان الوقت يجري سريعا لا أعتقد أنني سأكملها إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني عشر من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة الثالثة والتسعين بعد المئة إنه الحديث السادس عشر بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن رجلا سأل سيد الأوصية أرأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب يبدو أن السائل يعرف أن المشرق والمغرب ما هما على الأرض قال سخر الله له السحاب إنها الوسائل النقلية الفضائية تلاحظون التوافق والتطابق فيما بين النصوص إنها أحاديثهم إنها رواياتهم ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على حوزة النجا أرأيت ذا القرنين كيف استطاع أن يبلغ المشرق والمغرب قال سخر الله له السحاب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء بسط له النور بما عنده من التقنيات والوسائل والآلات التي لا يُعيقها الظلام هذا هو المراد لا يُعيقها الظلام في هذه الرحلة الفضائية العجيبة الغريبة أرأيت أن ذا القرنين يمتلك أجهزة خاصة ما امتلكها غيره الروايات تقول ما أنا الذي أقول سخر الله له السحاب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء وفي نص آخر عن أمير المؤمنين بخصوص ذي القرنين في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المئة إنه الحديث الثامن عشر سخرت له السحاب وسائل النقل الفضائية وقربت له الأسباب التقنيات والأجهزة التي استطاع أن يواصل فيها رحلته الفضائية عبرها ومن خلالها سخرت له السحاب وقربت له الأسباب وبسط له في النور إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه كان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار هي هذه الوسائل التي حدثتكم عنها قبل قليل كان يبصر بالليل كما يبصر بالنهار رحلة فضائية طويلة معقدة ذكرها العياشي في تفسيره وتفسير العياشي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وقد تعرض إلى تحريف كبير جدا هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة السابعة والستين بعد الثلاثمائة إنه الحديث التاسع والسبعون عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سئل عن ذي القرنين سؤال وجه إلى أمير المؤمنين عن ذي القرنين الرواية طويلة الرواية تبدأ من الصفحة السابعة والستين بعد الثلاثمائة وتنتهي عند الصفحة الخامسة والسبعين بعد الثلاثمائة رواية طويلة سأختار منها سطورا أمير المؤمنين يقول ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا رفع من رفع ذا القرنين ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كشط له عن الأرض أي كشف الأرض الأرض كلها له من الفضاء ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا تجاوز الأجرام فإن السماء الدنيا ما بعد المجرات فوق المجرات هذه المجرات زينة لسماء الدنيا ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب الحديث هنا حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب ما بين مشرق الأرض ومغربها قطعا هذا الكلام كله إذا كان المراد من الأرض أرضنا إذا كان المراد من الأرض أرضنا لكننا إذا أردنا أن ندقق في الرواية مثلما في سائر الروايات الأخرى فإن هذا المصطلح أتحدث عن الأرض يستعمل في أرضنا ويستعمل في أرضين أخرى في كواكب أخرى في ثقافة العترة ويستعمل في كل زينة السماء الدنيا حينما يكون الحديث عن السماء الدنيا فإن الأرض تعني كل المجرات وعلى أي حال لا أريد أن أقف طويلا عند هذه التفاصيل إنما هو عرض إجمالي لما جاء في الروايات والأحاديث بخصوص الرحلة الفضائية لذي القرنين ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب إنه مشرق الكون ومغرب الكون وآتاه الله من كل شيء علما يعرف به الحق والباطل وأيده في قرنيه لهذا يسمى بذي القرنين وأيده في قرنيه القرنان هنا أجهزة خاصة بذي القرنين بهذا العبد الصالح يستعملها في استكشاف الفضاء الرواية هكذا تقول وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق هذا الكشف هذه القدرة السمائية في القرنين في هذه الخوذة الخاصة التي كان يلبسها إذا صدق هذا الكلام فلربما هي أجهزة كبيرة ووسائل كبيرة جدا لكن المشهورة أنه كان يلبس خوذة يكون فيها قرنان وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ثم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه أنسر في ناحية غرب الأرض وشرقها فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد فأرهبتهم منك فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق ويهلك من ناواه وخالفه أفهل هذا الكلام يناسب الأرض ويناسب الرسالات في الأرض ويناسب الطرائق التي كان يتبعها الأنبياء والأوصياء في تبليغ رسالاتهم هذه الرواية وأمثالها تتحدث عن الفضاء وعن شؤون الأمم الكثيرة في الفضاء من دواب السماوات والأرض ثم أهبط إلى الأرض أهبط إلى المجرات لأنه رفع إلى السماء الدنيا ما فوق المجرات ثم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إلي أن سر في ناحية غرب الأرض غرب الكون وشرقها فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد من دواب السماوات والأرض فأرهبتهم منك فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب قطعا فإن الرواية لا تقصد هذا الكلام بحدوده اللفظية والحرفية إنما هي طريقة تواصل طريقة تبليغ تتناسب مع تلك الأمم وتلك الحضارات فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق إنها عملية تواصل مع تلك الحضارات فعندهم أجهزة استلام يستلمون ما يرسله ذو القرنين إليهم من أجهزة إرساله فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق ويهلك من ناوأه وخالف فلم يبلغ مغرب الشمس حتى دان له أهل المشرق والمغرب قال وذلك قول الله إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وقت الحلقة انتهى ولا زال الحديث يتواصل مع الرحلة الفضائية لذي القرنين لا بد أن ألفت أنظاركم إلى أن هذا الكتاب قد تعرض لتحريف كبير وتصحيف كبير أتحدث عن تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية تعرض إلى تحريف هائل وتصحيف هائل ولكن بقيت الروايات والأحاديث برغم ما فيها من نقص أو خلل إلا أنها تحمل من آثار الحقيقة الواضحة بحيث نستطيع أن نتلمس الصورة الكاملة للمضامين التي أراد الأئمة أن يوصلوها إلينا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريونهم هؤلاء الطوسيون ينكرون هذه الأحاديث يضعفون هذه الكتب وهذا أدل دليل على ضلالهم وأدل دليل على جهلهم وأدل دليل على سفاهتهم وتفاهتهم وأدل دليل على ضلال منهجهم وجهالة منهجهم لأنهم تركوا منهج العترة الطاهرة وراحوا يركضون وراء منهج سقيفة بني ساعدة ألا لعنة على السقيفتين سقيفة بني طوسي هي الألعن والأقذر والأنجس بتريونهم والهوى والهوى بتري قذر لعين نجس أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر